السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي إذن اليوم لدينا الحصة الثانية في درس الزمن التحويلات وعمليات الجمع والطرم إذن ننتقل للصفحة 98 ونبدأ بتمرين الأول أضع وأحسب ما يلا إذن هنا فالتمرين عندنا ثلاثة العملية ديال الجمع وعندنا ثلاثة العمليات ديال الطرح وإحنا سابقا قلنا بأنه عندما يتعلق الأمر بالجمع فالتحويل يظهر بعد إنجاز عملية الجمع أما بالنسبة للطرح فالتحويل يكون قبل إذا كان يعني مش ضروري التحويل غير يكون ولكن إلا كان بالنسبة للجمع كيكون بعد بالنسبة للطرح كيكون قبل ولكن كان شي مرات ما غدش يكون تحويل لا في الجمع ولا في الطرح إذن نبدأ بالعملية الأولى اللي هي 8 ديال الساعات 25 مينوط غنزيد عليها 7 ديال الساعات 25 مينوط إذن غادي ننجزو العملية كأننا ننجزو عملية جمع أعداد صحيحة طبيعية إذن 5 زائد 15 نحتفظ بـ 1 خمسون ثم 7 زائد خمسة خمستاش هنا في هذه العملية هنا هنا ما تجاوزناش 60 وهنا ما تجاوزناش 24 وبالتالي هنا غادي نوقف وبالتالي ما كانش تحوي إذن النتجة النهائية هي هذه إذن 15 ساعة وخمسين دقيقة هذا بالنسبة للعملية الأولى العملية الثانية ديال الجمع لدينا تسعود ديال الساعات 27 دقيقة عشر ديال التواني ونزيد عليها 35 دقيقة وستاشرة إذن غادي ننجزو الثواني نجمع الثواني غادي نعطينا 6 ثم 2 هنا يعنينا 12 نحتفظ بـ 1 6 9 زائد لا شيء 9 إذن فين ظهر التحويل إذن التحويل ظهر في الدقائق لأننا تجاوزنا 60 ولكن بالنسبة للتواني لا يوجد التحويل وبالنسبة للساعات لا يوجد التحويل إذن غادي نحتفظ بالتواني كما هما وبالنسبة للدقائق عنا 60 دقيقة نحولها إلى ساعات غادي نعطينا هنا عشر ساعات ولحينا من هنا 60 غادي نجوج دقائق وبالتالي هذه النتيجة النهائية بعد التحويل إذن عشرات الساعات وجوج دقائق 26 ثانية ثم لدينا العملية الأخرى خمسة زائد لا شيء خمسة خمسة زائد واحد ستة ثم بالنسبة للدقائق ستة زائد خمسة أحداش نحتفظ بواحد ثم إثنان زائد أربعة ستة ثم أربعة عشر أين يوجد التحويل؟ إذن هناك ينتحويل وهناك ينتحويل لماذا؟ لأننا نتجاوزنا ستة إذن هنا يلاخذين ستين ونحولها إلى دقائق تبقى هنا خمسة ديال التواني وستين دقيقة غادي نزيدها هنا تعطينا اثنين وستين دقيقة وغادي تبقى لنا عوتاني جوج دقائق وستين دقيقة نحولها إلى ساعة وتعطينا ساعة هي خمسة أشر ساعة إذن ستين دقيقة حولناها ساعة تضعنا خمسة أشر ودقيقة قتلنا من الدقائق ودقيقة جبناها من التواني وبالتالي النتيجة النهائية بعد التحويل هي هذه إذن لاحظوا إذن دائما في الجمع إذا كان التحويل يكون بعد ولكن كيمكن ما نكونش التحويل كما شفنا في العملية الأولى لم يكن هناك تحويل لإنما تجاوزناش ستين بالنسبة للدقائق والتواني واربعة وشرين بالنسبة للأيام هذا بالنسبة للساعة سنبدأ لعمليات الطرح عمليات الطرح دائما كنخليوا الميسا حمل الفوق لإنما ربما يكون تحويل ويكون قبل هنا سنشوف عندي خمسة أربعين كبر من 14 ما كانش تحويل ثلاثين كبر من 16 ما كانش تحويل إذن هنا ما غادش يكون تحويل وبالتالي سنجزل العملية مباشرة خمسة نقص ربعة واحد أربعة نقص واحد ثلاثة ثلاثين نقص 16 ثلاثين نقص 14 إذن نتيجة النهائية هي 14 دقيقة وواحد وثلاثين ثاني نجزل العملية الأخرى هنا ما عندنا شتواني إذن غنديرو الصيف هنا ما عندنا شتحويل هنا خص هنا ما عندنا شتحويل هنا ما عندنا شتحويل لماذا؟ لأن الأعداد اللي الفوق كلها كبر من الأعداد التي توجد تحت إذن عندنا 40 نقص لا شيء 40 خمسة نقص صيفة خمسة ثلاثة نقص ثلاثة صيفة خمسة نقص جوج ثلاثة واحد نقص واحد صيفة إذن ما عندنا نعطينا كنتيجة ثلاثة ديال الساعات خمسة ديال الدقائق واربعين ثاني نجزل العملية الأخرى عملية الصرح دائما هنا عندنا تحويل خصنا يلزمون أن نحويل علاش لأن أثر ديال تواني ما يمكنش نقص منها خمسة وعشرين ثانية ثم هنا كذلك خمسة وعشرين دقيقة ما يمكنش نقص منها خمسة وثلاثين دقيقة والتالي شنو غاد نمشي ندير غن ناخد واحد الساعة هاد الساعة غادي نسبق لنا هنا تلتاشر ساعة وهديك الساعة غادي نزيدها هنا على خمسة وعشرين نحولوها دقائق نصرفوها دقائق وهذه تعطينا ستين ونزيدها على خمسة تعطينا خمسة وثمانين دقيقة وهنا عشرة ديال التوان ولكن ما زال ما حولناش واحد دقيقة للتوان إذن هنا ما زال خصنا نحول إذن عود ثاني تلتاشر ساعة هادي غا تبقى هنا 84 دقيقة وناخد دقيقة التي تساوي ستونة ثانية نزيدها على عشرة تعطينا سبعونة ثانية وبالتالي لإنجاز هذه العملية هادي مصلحة شلينا هادي مصلحة شلينا إذن غا نديرو عملية سافر ناقص خمسة لا يمكن عشرة ناقص خمسة خمسة نزلوا واحد سبع ناقص ثلاثة أربعة أربعة ناقص خمسة لا يمكن نزلوا واحد تمانية ناقص ربعة أربعة ثلاثة ناقص واحد جوش إذن ننتقل إلى التمرين اتنان وحولوا إلى الوحدات المطلوبة إذن بالنسبة ل هذا العملية هذه التحويل سنأخذ هنا كمشي من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة هنا من عكس هنا سنستعمل الضرب ونستعمل القسم إذن مثلا لدينا هنا أربعة ساعات 26 و27 مينت ونبغينا كل شي بالمينت إذن هذه 27 مينت سنضربها وهذا أربعة ساعات سنضربها بستين إذن سأعطينا 4 بستين ساعة مينت سنزيد عليها 20 مينت 4 وستة سأعطينا 240 مينت سنزيد عليها 27 مينت 4 بستة سأعطينا ٢٤٠ سأعطينا ٢٤٦٧ مينيط نتيجة النهائية ٢٦٧ مينيط هذا بالنسبة للتحويل الأول إلى ١٠ سأعطينا ٥ كجور و ٣ هذا سنكجور يقضي ٤ لأن كل النهار هو ٢٤ ساعة سأعطينا ٢٤ ساعة سأعطينا ٢٤ ساعة سأعطينا ٢٠٦ ساعة سأعطينا ٢٤ ساعة ١٢ ساعة ٢٢ ساعة هنا لدينا عملية أكسية سوف نذهب في الاتجاه القسم نلاحظ جيداً هذا التحويل من وحدات زمن الصغيرة إلى وحدات كبيرة يريد أن يلخل ماذا نريد؟ هنا لدينا 8,914 ثانياً سوف نقسمها 3,600 ونرى ما تعطينا هذه الساعة بالصراحة التمرين ليس سهل هذا بالنسبة للثانة الخامسة ارتدائي ليس سهل ماذا سوف نقسم ونقسم ثانياً 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 إذن هنا أحسن طريقة بنتلية هو أننا نقسمه على 60 لماذا على 60؟ سوف نقسمه على 60 سوف نقسمه على 60 ونقسمه على 60 وماذا يعطينا من دقيقة والباقي ثانياً نقسمه على 50 نقسمه على 60 ونقسمه على 60 اربعة سوف نقسمه على 60 ثانياً نقص ثمانية ثلاثة صفر ماذا يعني هذا؟ يعني انه فاش قسمنا هذا العدد التواني على ستين عطينا شحال من دقيقة هذا عدد دقائق هذا عدد دقائق هذا عدد دقائق هو مية وتمية واربعين وعدد التواني اللي شاطت هي ربعة وثلاثين إذن هنا شاط لنا ربعة وثلاثين ثانية ولكن هذا العدد الدقائق ما ديش نحطوه هنا لأنه قالوا النخص نزيل ونحوله الساعة إذن سأخذ هذا عدد تاني ونقسمه على ستين ونرى ما تخصي ويعطينا الساعة وشحال الباقي دقائق هذه الطريقة إذن مية وستين على ستين لقسمناها وعطينا ستواج ستواجد ستواجد في ستين مية وعشرين ثمانية ناقص ثمانية ثمانية ربعتاش ناقص جوج ماذا يعني هذا؟ يعني هذا بأنة مية وتمية وثلاثين دقيقة ستواجد فيها ستين وأمية وعشرين دقيقة هذه هي أحسن طريقة يمكن أن نتبعها لكي نخرجها من حالة تمرينها إذاً سأذهب إلى السؤال الآخر لدينا 15 دقيقة سأذهب إلى التواني لدينا وحدة كبيرة ووحدة صغيرة إذاً ضرب 15 مينت لكي تكون من وحدة كبيرة ضرب من وحدة كبيرة قسم إذاً سأضربه في 60 وتعطيها في سؤال الآخر إذاً 15 نضربها في 60 ما الذي تعطيناه؟ إذاً 900 إذاً 900 سؤال 900 ثانية سأذهب إلى التمرين الآخر التمرين الآخر التمرين الآخر سأذهب إلى وحدة ونحول إلى دقائق إذاً ما سأذهب؟ سأذهب إلى عملية القسمة إذاً 3750 نقسمها على 60 إذاً نرى ما الذي تعطيناه؟ إذاً كذلك سأذهب إلى 3700 سأذهب إلى 3700 3700 3600 3600 0-0 7-61 ننزل إلى 5 105 فيها 1 61 إذاً 1 60 60 50-0-0 10-6 4 إذاً 45 إذاً ما الذي تعطيناه؟ أعطينا 61 دقيقة و 45 ثانية أعطينا 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 60 أعطينا 60 سأذهب إلى السؤال الآخر إذاً في المسلم إذاً دائماً نراه سأريد من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة أو العكس إذاً لدينا 60 دقيقة 10 دقيقة 10-20 زائد 9 ديال الدقائق و 10 ديال التواني هذه تعطينا 69 دقيقة و 20 ثانية إذن بالنسبة للتواني ظهرش حال التواني عندنا 20 ثانية ولكن هذه خصوة تحويل هذه ما نحتاجوش ندير القسمة هذه بين ساعة و 29 ديال الدقائق و 20 ثانية إذن هنا ساعة و 20 أو 29 ديال الدقائق و 20 ثانية إذن هذا بالنسبة للتمرين هذا نمشي للتمرين 3 بمناسبة عيد الفتر ذهب رضا وأبوه لصلاة العيد وصلى إلى المسجد على الساعة الثامنة و 5 دقائق إذا علمنا أن الصلاة انتهت على الساعة العاشرة و 4 دقائق و 15 ثانية و حسب المدة الزمنية التي قضاها رضا وأبوه في المسجد إذن هما وصلوا في هذا الوقت وصلوا و امتهت الصلاة في هذا الوقت إذن شنو غادي نديروا باش نعرفوا الوقت؟ غادي نديروا العشرة و 4 مينة و 15 سوغن نقسم منه 8 و 5 دقائق و غادي نلقاو شحال مدة الزمنية التي استغرقت إذن هنا تلزمونا عملية عمودية إذن غادي نديروا عملية عمودية إذن عندنا العشرة و 4 دقائق و 15 سوغن غادي نطرحوا منه 8 وخمسة المينيط وصيفة السوقن هنا ما عمنا تحويل هنا ولكن عمنا تحويل هنا إذن هنالفق الورقة سوف تكون مفتوحة ونأخذ هذا الوقت ونحوله إذن هنا سوف نتحويل لا نستطيع أن نقصه 4 دقائق سوف نقصه منها 5 دقائق إذن ما سوف نفعله؟ سوف نجيبه ساعة أتبقى لي هنا تسعود وهذه الساعة نصرفها دقائق سوف نعطينا 60 60 نزيد عليها 64 إذن 64 دقائق 15 ثانية هذا ما سوف نفعلها سوف نفعلها بالعملية للفوق إذن عندي 5 نقص صفر و 1 نقص صفر هنا 4 نقص خمسة لا يمكن 14 نقص خمسة نزله 1 6 نقص 1 خمسة هنا 9 نقص 8 و 1 إذن ما سوف نقصه في الوقت؟ ساعة 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 59 دقائق 15 ثانية إذن هذا كل ما يتعلق بالتمرين نتقل التمرين الموالي تسابق جهاد ورضا من أجل الوصول إلى قاعة الرياضة استغرق جهاد هذه المدة واستغرق ريضا وقتا أكثر من وقت جهاد وحدد الوقت الذي استغرقه ريضا للوصول إلى قاعة إذن هذه المدة الزمنية هي التي استغرقها جهاد ولكن ريضا استغرق وقتا أكثر من ريضا إذن الوقت الذي سيستغرقه ريضا سيكون عمودية إذن 15 دقيقة 71 ثانية قد نزيد عليها دقيقة 30 ثانية هذا الوقت الذي استغرقه جهاد ولكن هذا وقت إضافي بالنسبة للجهاد يعني وقت إضافي على الوقت الذي استغرقه جهاد وهو الوقت الذي استغرقه ريضا إذن هنا سنقوم بعملية الجمع إذن لدينا 1 10 ثم 16 هنا لدينا تحويل إذن هنا 101 فيها تحويل إذن ستعطينا هنا 41 ثانية وهذه 60 ثانية سنحولها و ستعطينا 17 منتر إذن دائما كما تقول التحويل يأتي بعد في الجمع في الجمع إذا كتلاحظو التحويل يأتي بعد هنا عندي 101 ما هي 101 هي 60 زائد 41 41 نجدها وال60 حولناها إلى ساعة 6 و أعطينا 17 أحمق هذا هو الأوقت الذي استغرقه ماضية 17 منتر 42 ساعد ننتقل للمتالي هنا نتوقع للمتالي للمتالي يبدأ تقصد من 5h30 و يبدأ تقصد في 17h12 كميما توقع توقف لقد توقف حسنا هنا للمتالي يبدأ مع 3.5 و 3.5 دقيقة حتى نقوم بمتالي سوف نأخذ الوقت النهائي اللي هو الخمسة بلاشية وسوف نطرح منه ثلاثة أمس ونرى ما سوف نعطينا في الدقائق نرى قبل ما نرى نقوم بعملية عمودية إذا لدينا 17 و 12 مينت سوف نطرح منها 15 و 30 مينت لدينا سوف نقوم بعمل 12 سوف نزودها لدينا 17 سوف ندخلها 16 ساعة و 60 دقيقة سوف نضيفها سوف نضيفها 72 دقيقة 1-0 7-3 4 6-5 1 1-0 1-0 1-0 42 42 هذا هو الوقت الذي استغرقه لقاء كرة المضرب أو المارشل للتنس نقوم بعمل نقوم بعمل نجاح غيريات سنة الخامسة نقوم بعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة